تحياتي إلى كل الإخوة الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات مضطر أخاكم على جلب شندير مداخلة في غياب للأسف شديد محللين لرحم فاهمين المخططات تع هذه العصابة الحاكمة ومن يدعمها أتحدث عن الحراك في الداخل والخارج بين الإنحياز الجيش الوطني الشعبي للشعب والحماية القيد صالح والعصابة النقطة الأولية المتعلقة بصراع الأجنحة كنا في وقت سابق درنا حيوارات على الإذا أنت وطني راه منشورة في الحساب نتاعي نوردين خبابة على الموقع نتاع اليوتيوب وتحدثنا أيضا في الكتابات المختلفة كانوا بعض الناس اللي لما نتحتهم منه نتحتهم على حول الصراع الأجنحة يقول لكم ما كانش منها أذا راه غير أوهام والناس راه كامل متفاهمة وكلهم راه في طبخة وحدة وهالكلام راه مجرد أحلام وخلاص الآن راكم تشوفوا في الصراع الآن مجسد على الأرض راكم تشوفوا فيه الآن صرتوا تسمعوا بالصوت والصورة على الموقع وعلى القناة انتاع الشروق ونفس الشي فيما يتعلق بقنوات واحدة أخرى وقناة النهار تحديدا راكم صرتوا الآن تسمعوا في هذا الصراع وتشوفوا فيه رأي العين كان في وقت سابق كانوا بعض الناس يقول لك باللي هذا ما كانش منها وهذا ناس حبوا يديروا الفتنة وحبوا يديروا واسموا سراع داخل المؤسسة انتاع الجيش وما كانش من هذه أفرة انتاع مخابرات وانتاع جيش الناس كلها راه في صعيد واحد الآن راكم تشوفوا في هذا الصراع راه مجسد على أرض الميدان ما نغصوش هنا في هذا النقطة رايحين فقط بحكم هو أننا نتحثوا على الحراكة هذا في الداخل وفي الخارج لابد أولا هو أنه تفهم الناس باللي كأن هناك اختلاف ما رانيش نقسمه وما رانيش ندعيه للفرقة وإنما هذا واقع يعرفوه الناس اللي راه معايشين في الخارج الناس اللي ربما راه معايشين في الداخل منهم اللي ربما عمروا لا خارج والله موش فهم هذه المسألة كأن هناك اختلاف بين الناس اللي رام موجودين في الداخل والناس اللي موجودين في الخارج كيف ذرك مثلا في العاصمة لما يخرجوا الناس على جلبة شهم يظاهروا يخرجوا من مساجد مختلفة يخرجوا من المقاهي يخرجوا من الملاعب يخرجوا من الأحياء الشعبية المختلفة قال مثلا تتفق الناس من خلال نداءات ولا كذا قال تلتقي الناس في نقطة ما وتتجمع الناس ما كانش قيادة قال مثلا على الأرض حتى ولو أنه رام كيني الناس ينظموا ولكن ما يقدروش ما يقدروش لأنه ما عنده مش القوة الشعبية على جلبة شهم ينظموا فيه قيادات مختلفة فيه أجنحة مختلفة راه موجودة في هذا الحراك والناس لما تكون قال مثلا نظرك خاصة في ظل هذا الوضع هذا اللي نحن رأنا معايشينه ما يروحوش هما مثل السابق قال مثلا يروحوا هما الولايات ولا البلدية على جلبة شهم يطلبوا باش يديروا تجمع تخرج الناس من خلال نداءات قال اسمان الجائره خارج الناس وبالتالي مكنش جهة واحدة اللي هي راه تنظم في هذا الحراك راه فيه جهات مختلفة في الخارج الأمر مختلف لماذا؟ لأنه في هذه الدول باش انت تروح انت دير تجمع والله دير مسيرة في الشارع لابد هو انه تطلب الرخصة والناس اللي يطلبوا الرخصة يطلبوا منهم على جلبة شيعطيه لهم برنامج والله المخطط انت عاهم مش ركما راح يديروا قال مثلا المرة اللي فتت انا درت طلب انت تجمع العنوان انت عاهم قال مثلا من اجل جمهورية جزائرية جديدة اعطينا المحتوى انت التجمع كيفاش راه رايح يبدأ كيفاش راه رايح يخلص ايش حال عدد الناس اللي راه رايحين يجيوا الى حد ما وكاين عدد ما لازمش انت تفوتوا اذا كان العدد هذك رايح تفوتوا في التجمع اللي راه ما رايح يش يفوت 1500 شخص يسمحوا لك نورمال ديروا لكن لما يتجاوز هذك العدد ولما يكون راه ورايح مثلا يمر بطرق والله الامر يختلف تقدر انت تدير فيما بعد تجمع هذك ولا المسيرة هذك تطلب من قبل يعني على الاقل ب 15 يوم او اكثر خطركين فيه ترتيبات امنية لازم تتجيل قوات انتع الشرطة وفيه ترتيبات امنية من اجل حراسة انتع هذك الحركة وبالتالي ذرك الناس اللي هما يرحوا يطلبوا اللي يديروا هما الرخصة انتع التجمع اذا هما اللي رايحين يتحكموا الى حد ما في التجمع هذك وبالتالي ذرك في فرنسا وفيه دول واحد اخرى الامور مراهيش مثل الجزائر العاصمة في الجزائر بشكل عام الناس اللي هما يديروا تجمع والله يديروا مسيرة منهم اللي ارحم عندهم خلفيات وراكم تشوفوا فيهم من خلال الاعلام من خلال الصور اللي هزينها من خلال اللافتات اللي هزينها اعتقدوا وتفهموا باش تكون الامور واضحة يكفي الاشارة الان نعودو نجيو مع الكورنولوجيا نتع الاحداث لازمكم تعرفوا من انه هذا الحراك اللي احنا الان ارانا نتحثوا عليه لم ينطلق من ذاته وانما كين هناك تراكمات وكين هناك حراك مختلف فقط هو انه ذكر قال مثلا بالحراك انتع الاساتذة انتع الاطباء انتع المتقاعدين هذوك والمشطوبين انتع الجيش الى غير ذلك وفي كل هذيك النشاطات اللي راها جرات على ارض الجزائر اراكم شفته تدخل انتع قوات الامن المختلفة وكان فيه جهات اللي هي توظف في هذا الحراك لا شك هو انه فيه ناس عندهم مطالب اجتماعية هذا امر مفروغ منه لا شك انه فيه ناس اللي عندهم مطالب مشروعة هذا امر مفروغ منه ولكن في المقابل فيه اختراق كان الهدف انتعه واضح الناس راهم كانوا هما يحوسوا على جل السلطة وكانوا هما يحوسوا يستخدموا الشارع راكم تعرفوا فيما بعد جات القضية هذين تاع الكوكايين وانه تمت ازاحا تاع مجموعة من الجنرالات وكنت اتحدثت لكم انا في وقت سابق وقلت لكم من انه الانسان اللي را هو يحوس على السلطة لا بد هو انه يمهدلها وكان بعض المراكز حساسة يعني لو كان هذيك المراكز ما تكونش تحت النفوذ انتعك فيما بعد انت اذا كان واحد مثلا راهو يحب يدير انقلاب راهو يفشله راني قلتها لكم والتسجيلات انتعي راهو موثقة ومنشرة فقط هو ان اذكر بالقضية انتع الجنرال الهامل القضية انتع القادة انتع النواحي وقلت لكم من انه راهو كان هناك سراع والهدف انتعه هو السلطة والهدف انتعه هو الخليفة انتع بوتفليقة وقلت لكم عليه وبإمكانكم وانه تعودوا تراجعوا تسجيلات انتعي فيما بعد زاد حثت بعض الاشياء فقط هو انه اذكر بالعناوين برك قضية انتع عيش في المسيلة القضية انتع الاخذك تال بويرة انتع الحماية المدنية والقضية انتع اصيل اللي قتلوه في الجامعة انتع بن عاكنون بطبيعة الحال الحركة اذن هو كان متواصل والحدث هذا اللي راهو سراع مؤخرا هو كان نتيجا تعترك همات ذرك تعرفوا باللي الامر راهو مرتبط بالانتخابات الرئاسية ذرك جماعة اللي هما بتاع الدولة العميقة هذو اللي هي راه دولة دخل دولة اللي قود فيها الجهاز على المخابرات فيه جناح اللي هو جناح استئصالي جناح دموي وفيه ناس اللي هما ممكن بلا كراهم داخلين في هذو الدولة العميقة ولكن كينا بعض الامور اللي ما راه مش فاهمينها حتى هما ومع لابلهمش بها وفيه ناس راه تدعم فيهم جهات اجنبية وكنا قلناها مش الان رانا انتحدثوا فيها الفين ووسعتاش كنا قلناها من قبل ذرك هما كانوا يمهدوا على جل باش يوجدوا شخصيات باش يدخلوا للانتخابات الرئاسية ويعاودوا ياخذوا الحكم لانه بدأ يفلت من يديهم راح تلهم بعض المواقع وبدأ يفلت من يديهم لا سيما هو انه القيد صالح خرج من يديهم الى حد ما بالتالي هما كانوا في وقت سابق يمهدوا في الارضية القيد صالح كان ماشي مع ابو تفليقة وكان ماشي مع السعيد وكانوا متوافقين مع بعضاهم الى وقت غير بعيد وكان حتى هو انه كان يقول باللي في الحراك هذا لما بدأ يحدث كان يقول المغرر بهم وكان هو مرة على مرة من خلال النشاطات تنتعوا المختلفة والتنقلات تنتعوا المختلفة كان يوجه في رسائل لهذا الجناح ذرك هما كانوا يحاوسوا يدخلوا للانتخابات بدون بو تفليقة وهذا الجناح اللي هو منتع الرئاسة كانوا يعارفين بدون دخول بو تفليقة الانتخابات ترهم خاسرينها خطر على بالهم باللي هذا الجناح هذا منتع الدولة العميقة متمكن ويخدم في الخفاء وعنده جهات اللي هو يضغط بها وعندهم دعم خارجي وما همش مخليين حتى مشروع يخرج المشروع انتعهم هو اللي يمشي عندهم الإدارة عندهم الإعلام عندهم البنوك وعندهم الإعلام الخارجي وعندهم الناس اللي هما يخدموا فيهم بالمجان أغبياء حمقاء يخدموا فيهم بالمجان كلما اتيحت لهم الفرصة بالتالي هما كانوا مع الوقت كانوا يحوسوا يضغطوا على جلبشهما ما يخليوش هذا الجناح انتع الرئاسة يرشحبوا تفليقة ذرك هذل الجماع انتع الرئاسة فاهمين هذا اللعب هذا وبالتالي هما كانوا أيضا يستعملوا في عمل الوقت وخلوا بوتفليقة إلى آخر لحظة فيما بعد هما قاموا بالترشيح انتعوا مش هي ترشيحوا قاموا بترشيحه وكانوا في وقت سابق رقم سماعت ورقم تبعتوا ماذا قيل على عبدالرزاق مقري على القضية انتع تأجيل الانتخابات المهم هما لما قاموا بالترشيح انتع بوتفليقة بدأت ردود الفعل كان الناس اللي هما انسحبوا من السباق نتاع الرئاسيات لانه عرفوا باللي الامر صار محسوم وبالتالي هما جوب دورواهم هذا الجناح هذا كانوا يدعموا بشكل مباشر الجنرال غديري وبدوا يتحركوا عن طريق مقارنة عربي عن طريق زوبيدة السول هذيك وبدوا يتحركوا في الاوساط الشعبية وبدوا يشكلوا في الليجان هكذا في الداخل وفي الخارج الشي اللي افسدوا لهم الخطة متاعهم وشي هو فيما بعد هو التأجيل تالانتخابات ذرك هما كانوا يحاوسوا يستخدموا هذا الغطاء الشعبي وبدوا يحركوا فيه ناس في ولايات مختلفة وحتى انه الشعارات كانت مختارة ومن بينها تعبوت في ليقايا المروكي مكنش العهدى الخامسة حركوا ناس في ولايات مختلفة من بينها الولايات تعبر جباراريج حركوا ناس في ولايات مختلفة ولعلكم تبعتوا الفيلم هذا كل مسلسل انتاع عدلا ملاح والجماعة اللي صاروا فيما بعد في القناة انتاع هشام عبود وتبعتوا السيناريو هذاك وشفتوا الناس المستهدفين وشكونوا ما كانوا يستهدفوا في الدرك علاش رحوا الضق الآن الدرك رحوا في العاصمة وفي اماكن واحدة اخرى كان هناك سيناريو وكانوا ناس مستهدفين القيد صالح سايد بوتفليقة الى غير ذلك درك فيما بعد الحاركة هذا خرج بدا يخرج على يديهم بدأوا هما يبعثوا في ناس قال راه هذاك ممثل الحارك أو هذاك ممثل الحارك أو هذاك ممثل الحارك من اجل انجل باشهما يخترقوا هذاك الحارك اكثر ويصيروا يوجهوه اكثر لانه بدأ يخرج على السيطرة فيما بعد ذلك هاد الاجماعة لما داروا التأجيل انتاع الانتخابات دخلوا في الحيط ما لقوش وش يديروا من بعد ذركة لما الحارك هذا بدأ يقوى وبدأت المطالب بدأت ترتفع صاروا الناس لا يطالبون فقط بالعهدى الخامسة وانما بذهب النظام كله وبالتالي لم يصبح المستهدف هو فقط بوتفليقة وانما اصبح المستهدف القايد صالح اصبح المستهدف ويحيا اصبح المستهدف الجهاز التاع المخابرات الناس كلها اصبحت مستهدفة الناس صارت تطالب بذهاب النظام ورح يلتعوا بشكل نهائي بالتالي هما وش يديروا جاتهم مع حاجة عيب كيفاش هو يخرج بوتفليقة بهذا الخرجة بوتفليقة اللي كان يقولوا عليه باللي راه هو مجاهد وبوتفليقة اللي كان يقولوا عليه باللي راه دار السلم وبوتفليقة وبوتفليقة يلقى روح وراه خارج بالكتبيات وش و Erin اللي جمع من اجل المطالبة على جلبش زروال يتولى مرحلة انتقالية والذي حركوهم حركوهم الجهاز على المخابرات فيما بعد قروا على جلبش هذو الجماعة اسمه سعيد بوتفليقة قال لك مدام دورك الناس احنا ذكرهم راحين يروحوا يروحوا مع بوتفليقة مدام الناس احنا راح محابين على جلبش احنا يديونا كامل خلي حتى احنا ثانين نديو الجماعات ونساحتهم كامل معنا ونلقوا طريقة على جلبش هما يحفظوا كما يقولوا مع الوجه نتاع بوتفليقة ويسلموا للسلطة الجيهة اللي هي متحاسبهمش وجيهة اللي هي متشكرش عليهم خطر وكلم تحركو الجماعة نتاع زروال دون الاذن نتاع واسمه نتاع القيد صالح بل وصلتني معلومات من انه تمت الايقال نتاعو اقالوه دون الما اقالوه السيد خرج لقرنتاعو ومن بعد خرج لها طاي طاي وراكم تشوفوا الخطاب نتاعو بعد ما كان يقول فخامة الرئيس الجمهورية والقائد الاعلى القوة المسلحة وكذا 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 ثم يلا والله هو التجأ للقضية هذه نتاع المياه واثنين من الدستور ولكن هذا الجماعة هذو اللي رامضو كاف الرئاسة باش تفهموا الامور جيدا ضرك هما المجلس الدستوري تحت يديهم البرلمان ومجلس الامة تحت يديهم وبالتالي ما راه مش رايحين هما هذو الجماعة اللي هو دارنبوت بوتفليقاء لجلبش هما يقولوا له كما يقولوا في القصعة ما يقدروش ما حبوش يتحركوا ضرك هو وش ولا لما هما اقالوه اقالوه من بعد قال لهم هو بللي بللي رقم على بالكم بللي راهو بوتفليقاء مريضو اخيرا انا قلت لكم في وقت سابق قلت لكم بللي راهو هذا سايد بوتفليقاء ما يقدرش يدير حاجة دون الحماية انت علقيت صالح الى كان راهو حدث سراع بيناتهم بسلامة بالعافية من بعد البقاء للأقوى ضرك تعرفوا بللي لقيت صالح هذا ما راهوش متحكم في كل شي ما راهوش متحكم في الإعلام كله ما راهوش متحكم في الإدارة كلها ما راهوش متحكم حتى في القادة نتع النواحي كلهم وحتى فيه قال مثلا نظرك هذون توع الحرس الجمهوري وكذا ما راهوش متحكم الجهاز تاع المخابرات ما هيش القوى راهوش متحكم في يديه القوى راهوش مقسومة لكن في المقابل ذرك هذا الجماعة اللي راهوش متحكم في الرئاسة نفس الشي بدأت تخرج الأمور على يديهم في ظل هذا الحرك الشعبي يعني صار فيه غطاء شعبي ضرك الناس اللي راهوش مخارجين كي الناس اللي راهوش مخارجين هما راهوش يحميوا في القيد صالح وفي بالهم باللي راهوش وما يحميوا في المؤسسة العسكرية واشتفهموا الأمور جيدا ولكن ذرك كي الناس اللي هما راهوش ضد القيد صالح ممش ضد القيد صالح في شخصه عارفين باللي ذرك هذا صالح لما هما ذوك خرجوه لهذا الإطار عارفين باللي فيه راهو ذرك تيار عربي إسلامي مرفوض وعارفين باللي ذرك القيد صالح إذا كان هو تعامل مع شخصيات أخرى مثل بينها مثلا قال أحمد طالب الإبراهيمي أو شخصيات يشوف روحه هو باللي راهو رايح رايح يقول لك خلي أنا نمكن شخصيات واحد أخرى حتى باش هذو الناس هذو اللي هما حبوا ينتقموا منه وينتقم منهم خاطر عارف باللي راهو ذرك مثلا أحمد طالب الإبراهيمي كان ممقوت من هذ الجناح نتعب وتفليقة أو شخصيات أخرى وبالتالي ذرك هما راههم كينة جهة اللي راه تدعم فيهم جهات أجنبية لمنع التيار العربي الإسلامي من الوصول للحكم وكينة جهة أخرى هي راه تحوس على جلبه تحوس تحاصر هذا الجناح هذا نتعب وتفليقة والجناح هذا نتعب المخابرات الاستئصالي المهم ذرك الشيء اللي راهو حاصل خطر ذرك إذا كان هذا ذرك راه مخرجه من طرف هذا الجناح نتعب الرئاسة بمعنى أنه خلاص يعني راهها لحقة الناس ذرك القوة لخطر ذرك القايد صالح أراه عنده إلى حد ما عنده غطاء شعبي إلى حد ما خلينا نقوله بخمسين بالمئة باش من بالغوش ولكن في المقابل الناس رفضين المؤسسة العسكرية على جلب باش هي تقود المرحلة هذه وعارفين باللي كل الرؤساء صنعتهم المؤسسة العسكرية وبالتالي إذا كان ذرك الجيش هو اللي يمسك زمام الأمور بمعنى أن النور نمزل في زيرو وعارفين باللي الجيش إذا كان مسارك السلطة رايح نفس الشي رايح يزيدو يصنع رئيس واحد أخر كالناس في المقابل يقول لك رايح جاد الآن فرصاء هذا اللي جماع عادوك أنت بوتفليقة خلاص دورك يستخدمون لهم هذه المادة 102 من الدستور من أجل فقط منع بوتفليقة من الترشح وفيما بعد تحت الغطاء الشعبي هذا رايح يفرضوا مرحلة أنه حالة الطوارئ مدام ذكرها الآن صارت عيني عينك قال هام واسمه سعيد بوتفليقة راه تحت المجهر هو وحداد والجماع اللي رايح معاه وبالتالي يخرجوا ذرك هذا والدرك والجزائر الآن ذكر راه يعرفوه أنت بركان رايح مقادرة تصرع فيه مجازر يعني من خلال الصراع هذا اللي راه موجود بين الجناح المخابرات ممثلا في القائد واسمه طرطاك وهذا الجماع واسمه السعيد بوتفليقة وأرباب المال بدعم خارجي وفي المقابل القايد صالح ومعاه راه يميق فيه بعض الأحزاب السياسية وبعض الدوائر في وسائل إعلام من بين هالقناة الشروق بالتالي ذرك فيما بعد راه ممكن تصرى فيه مواجه مواجه بسلاح ماناش عارفين كذا وإلا هو أنه فيما بعد راه مريحين هما يوصلوا إلى صغة لي يلقوا طريقة كيفاش يخرجوا المهم في الحرك الشعبي هذا لازم الناس تفهم باللي راه وكين هناك سراع وما لازم الناس يستخدم مهم ذو كين الناس اللي صحيح هو أنه الناس اللي راه يقول لك الجيش هو من الشعب والجيش في حماية الشعب صحيح ولكن لازم تعرف باللي ما ركش تخدم في الجيش ركش تخدم في القايد صالح وفي المقابل لما تكون ركش ضد القايد صالح وضد الوسم لازم تفهم باللي أيضا تخدم في الجانح الآخر اللي لازم تعرف كيف تتعامل معه لا تخلي انت ناس يستعملك لا تخلي انت ناس يوصل عن طريق للسلطة أو يبق هما في السلطة وهذا الكلام اللي أنا دائما نقول فيه كم بعض من الناس اللي هما مش فاهمين هذه الأمور ركش متشوف في الشعارات المختلفة ركش متشوف في أعلام مختلفة ركش متشوف الجيش دليل باللي راه فيه الآن سراع بلغ الضر وانتعو والآن ذرك راه رايح يبقى البقاء للأقوى ولكن في ظل المعطيات الدولية قادر فرنسا تدخل بشكل علاني ولو كان قال مثلا ذرك هذا راه انقلاب عسكري قادر تدخل أمريكا وقادر فيما بعد يفرض الشروط راه مش القضية الإمارات وكذا راه مش تحركات هكذا كبري أنت السيد راه وراء كما راه يقول لك بعض الجياح ها راه عنده فيلا ثم ها راه ثم يتفرق الشو هذي انت هو دراس فرغ فهمت حتى ولو انه راه سياسي وكذا سيد راه كان هو ينسق مع الجماعة هذول لأنه عارف عارف التأثير الخطر فيها قضية تأموال وفيها قضية تأموال وفيها وفيها شفتوا ما الذي صنعوه في مصر شفتوا ما الذي صنعوه مع السيسي رغم أنه راه دولة صغيرة ولكن عنده تأثير غير الإنسان اللي راه هو رأس مسكر بالتالي لازم كم تفهموا بالقضية هاي كيف راه راه كين فيه سراع سراع الفوق في السلطة مفروغ منه الناس تطالب ذهب النظام تطالب رحل هذا النظام ولكن كيفية كيفاش الأليات كيفاش كيف هذ الناس انتذك الحراك مش مؤثر من هو المستفي الذرك تذك الناس خارجت لك المدرعات وخارجت لك بالسيارات هذيك المصفحة وبالجيش راه وذك في الشارع معلبك شلط معمرها معلبك الشرطة معمرها وانت رك قاعد راه لجيش معك وقاعد ثم انت عيق ومعلبك كيفاش راه راه ينظرك كيف القاعد صالح هذا ذرك راه يستخدم المادة 102 من الدستور كيفاش راه يستخدم ها شكون هو وزير الدفاع وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة بالقانون وبالدستور هو بتفليقة كيفاش ذرك هذا قائد الاركان هذا اللي يخرج هو على وزير الدفاع انت كيفاش بالقانون وبالدستور المجلس الدستوري هو اللي يدخل المجلس الشعبي الوطني هو اللي يدخل المجلس تال الامة هو اللي يدخل وفيما بعد بتطبيق هذه المادة 102 من الدستور رايح فيما بعد ذرك هذا رئيس مجلس الامة هو اللي راه بالوطني يخدم معاه مجلس الامة راه راح يخدم معاه وبالتالي راه راح يخرج الشخص اللي راه يحوس عليه ذرك هذا القيد الصالح تحت الغطاء الشعبي كيف راه راح يتعامل مع الدول مع امريكا ومع فرنسا ومع كذا على الاقل تكون معنا السياسيين تكون مع انت كوكبة من المثقفين راح مفاهمين هما ذرك مثلا السراع هذا اللي راه جاري تحول هذه الاقليمية والدولية فيما بعد انت لما انت تقدم على عمل لازمك انت تقرأ العواقب وكيف شراء راح تكون من هو المستفيد فيما بعد لما انت هو يدخل سراع تدخل الناس بالقوة والسلاح فيما بعد هما يفرضوك ذك لابد من تأطير هذا الحراك وانا اقترحت لكم عدة اقتراحات ولما يكونوا ناس خارج النفوذ من السلطة لا تصرر فيهم لا فرنسا ولا المريكان ولا الجماعة اللي رهن في الداخل الناس خارج النفوذ من السلطة ولكن الناس وعيين فهمين فيما بعد وما يقدر الى حد ما يسيدي على الاقل اذا كان محدث التغيير الان على عجل على الاقل يبقى محافظين على هذا الحراك لكن رأيها ناس منقاسمة وهذا الكلام لما تقول فيه قبل ايام كان يقول لك واحد انترك تدعيل التفريقة هاي قدامك هاي قدامك لماذا لانك ما لديك حتى علاقة بالسياسة هاي ذوك الان امامك الناس رأهم اللي يقول انت او الدي ما احنا هاي تجاوز ناها هاي قدامك هاي انترك تطبق فيها ودير رحك باللي انترك تدعيل الوحدة ودير رحك انت اذا الاخو الاخوات لازم الانسان هو انه يفهم هذه المسألة جيدا هناك سراع الان فيه محاول انت انقلاب رأها واضحة انقلاب عسكري الان درك النتيجة وكيف شرها رح تكون الله اعلم المهم الان المعطيات اللي رح موجودة هو انه القيد صالح تمت التنحية انتعو درك الان هو مقبل رفض وراه الان يستعمل في هذا الغطاء الشعبي وهو في المقابل حب على جلب يستخدم الامين زروال وفيما بعد حسب المعطيات اللي يراها موجودة هو انه رفض لما شاف الطبخ الجهاز المخابرات لا سيام وانه عنده تجربة معه هم اللي جابوه في البداية في ال 94 هم اللي جابوه هم اللي دفعوه الى جلب لان يخرج استخدموه اسمه بيتشين واستخدموه الى ناس اخرين وفي قضايا نتعمل الفات مختلفة ورغموه على جلب شو يدر الاستقال هو استجاب في اعتقاده من انه فيه مطلب شعبي مطلب شعبي جاء فيما بعد لما شمر رحا راه انسان عسكري هك لما يطلع لك العاصمة هو ما يتلقش مع القيد صالح او فهم اللعبة بالتالي اعرف باللي المسألة راه خطيرة اج بدره يقول انا ميستعملوني اش استعملوني انا في وقت سابق ميقدرش انا يزيد ويعود ويستعملوني وانا في هذا العمر هذا بالتالي هو حسب المعطيات اروح اروح الذارو ذرك فيما بعد اذا كان فيه مطلب شعبي موش مطلب تعجيهات اللي هما كانوا يحركوا فيهم من بينهم بعض المشطوبين هذو اللي راه مضوكوهم هم نفس الشي راه قاعدين يستغلوا فيهم كان منهم والله لعلى بلو بقرام بالسياسة يستعملوا كين الناس اللي يلعبو مع العمل الجهوية قال ها وهذا جمع الغرب وهذا كذا وهذا وهذا زروال راه شاوي وفحل وكذا يلعبو لهم على الجنب هذا لكن القضية هي ليست تتعلق بالقضية هذي انت الشاوي ولا انت الشرقي ولا الغربي ولا قضية بعد من ذلك الناس راه تخمم شياطين شياطين انت انس راه مهوما لحقوا الوحد المستوى هذا اللي ذرك هو راه لعب التوفيق وراه لعب هو بترطاق ولعب القيد صالح بالتالي ذرك لازم كنت تفهم هذه كلمة تعي باختصار ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفس ومن الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته